موسيقى فيديو اليوم رح يكون عن جميع المسلسلات السورية لرمضان 2022 اول شي رح نحكي عن المسلسلات السورية لدرامية الاجتماعية لرمضان 2022 المسلسل هو من انتاز شركة ايبل الدولية وهو التأليف علي وجيه ويامن الحجلي وهذا تاني تعاون لالون مع سيف الدين السباعي بعد مسلسل على صفيح ساخن المسلسل هو اجتماعي انساني بخوض بالعوالم النفسية لابطاله اللي انهكتون الصراعات والازمات المتعاقبة بالمنطقة وبتناول كيف قالت بهم للسقوط من عدة نواحي وبيحكي عن البدايات الجديدة بحياة الانسان وتأثيره عليه نفسيا ومهنيا واملوا بالخلاص من الماضي ورغبته باكتشاف ذاته والاخرين من جديد بيضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية مثل عباس النوري، سلافة فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء السلطان، شكران مرتجة، يامن الحجلي، حلا رجب وغيرهم كتير مسلسل كسر عظم العمل اجتماعي معاصر بيتناول احداثه الصراع على البقاء بزمن الحرب بين ثلاث طبقات اجتماعية وبيعكس صورة المعنى الحقيقي لكسر عظم اللي بيقع على بلد بأكمله بجميع مستوياته وبيبين لنا انه الناجي الوحيد هني امراء الحرب مسلسل كسر عظم هو دراما معاصرة وحقيقية من الواقع بتتناول وبتناقش قضية هامة صارت بالفعل داخل المجتمع السوري خلال زمن الحرب اللي عاشته سوريا والمعاناة اللي عم عيشة شعب السوري خلال فترة الحرب كما انه المسلسل بيتناول قضية هجرة السوريين خارج البلاد ومنها الهجرة للبنان وقت الحرب وقضية الاطفال السوريين مكتومين القيد باللبنان كل هذا واكتر باطار درامي شيق وممتع داخل احداث المسلسل تعثر انضمام الممثل السوري في راس إبراهيم لأسرة مسلسل كسر عظم بعد ما كان مقرر انه رح يؤدي دور البطولة الذكورية اما ابطال العمل هنه محمود نصر كريس بشار عبدالهادي الصباغ خالد القيش لورا ابي اسعد وغيرهم كتير مسلسل مقابلة مع السيد ادم الجزء الثاني مسلسل مقابلة مع السيد ادم الجزء الثاني بيعتبر من اهم المسلسلات المنتظرة لرمضان 2022 قصة المسلسل بتحكي عن طبيب شرعي مشهور واستاذ بالجامعة اللي بيؤدي دوره الفنان غسان مسعود بيتعرض لاختطاف بنته من ذوي الاحتياجات الخاصة ووفاته نتيجة الحادث وهذا الشي للضغط على والده من اجل عدم فتح الجريمة اللي ارتكبها ابن احد الاثرياء لتبلش بعدها رحية الانتقام ضمن اطار بوليسي مشوق بيجي الموسم الثاني من بطولة غسان مسعود محمد الاحمد رينش ميز وعبدالمنعم عماري اللي رح يؤدي بالمسلسل دور شخصية جديدة تظهر مع تطور احداث الجزء الجديد فيما بحل الفنان يزن خليل بديل عنه جين اسماعيل وترف التقي بديله عن يارا قاسم وفادي خطاب بديله عن ضحة دبس ورح تكون قصة هذا الجزء هي استمرار الاحداث اللي صارت بالجزء السابق المسلسل هو من تأليف فادي قوشقشي ورح يتولى باسم السلكة اخراج العمل ورح تنتجه شركة ايمار الشام المسلسل هو اجتماعي معاصر بتدور احداثه بمدينة دمشق خلال الزمن الحاضر وبتتخلله قصص حب وصراعات بتعيش عوائل سورية بالعاصمة بتدور احداث مسلسل على قيد الحب حول امين وحسان اللي بتمتد صداقتهم لاكتر من اربعة عقود بعدين بتتكلل بالمصاهرة لكن علاقة الصداقة هاي رح تواجه اختبار كبير بسبب الابناء واحداث الماضي اللي رح تأثر على الحاضر العمل حمل بالبداية اسم شام بيلعب بطولته سلوم حداد ندين خوري صباح الجزائري مهيار خضور عاصم حواض مديحك نيفاتي يزن خليل وغيرهم كتير مسلسل ردة قلبي بتدور احداث العمل باطار من الاثارة والغموض وبتبلش بجريمة قتل بتصير بحفلة زفاب وبتتشابك فيها الخيوط فما بنعرف مين هو القاتل الفنانة جيني اسبير رح تشارك للعام التاني على التوالي الثنائية مع جوان خضر بمسلسل ردة قلبي اللي هو من تأليف فهد مرعي واخراج عمار تميم باطار من التشويق والاثارة تلتحق توليب للعاملة عند رجل اعمال شهير بيمتلك شركة سياحية وبتسعى للانتقام منه لانه من المشتبه في طورتهم بمقتال والدة ابطال العمل هنه جوان خضر رواد عليو جيني اسبير جهاد الزغبي عاصم حواض حسين عباس وغيرهم مسلسل دفا مسلسل دفا هو نص من كتابة بسام مخلوف وانتاج المؤسسة العامة للانتاج الاذاعي والتلفزيوني العمل اجتماعي معاصر ابتقى احداث المسلسل من خلال قصص مجموعة من الشباب اللي بيشتغلوا بكافيتيريا ضمن حديقة عامة وصراعاتهم الداخلية وعلاقتهم ببعض اللي بتخلى لها قصص حب حيث رح نوضح كيف بالحب وحده نستطيع تحقيق كل شي بدنا يا متجاوزين كل الصعاب بابسط السبل العمل بضم كلمين محمد حدائي ندين خوري ايمان عبد السلام باسل حيدر حسين عباس وغيرون كتير وثانياً عندنا المسلسلات السورية الكوميدية لرمضان 2022 مسلسل بقع الضوء الجزء 15 هو مسلسل كوميدي اجتماعي بيسرد عبر قصصه المنفصلة الحياة العامة بسوريا مصلة الضوء على الخلافات السياسية بشكل ناقد وبشار إلا أنه هاي السلسلة الكوميدية تنوب على إخراجها سبع مخرجين سوريين الليث حجو هشام شربجي ناجي طعمي سامر برقاوي وشارك فيه على امتداد مواسمه 14 السابقة نخبيه من قلبع الممثلين السوريين مثل بسام كوسا سلاف فواخرجي أمال عرفة باسم ياخور نسرين طافش أيمن رضا شكران مرتجة وغيرون كتير مسلسل بستان الشرق مسلسل بستان الشرق بتدور أحداثه داخل فندوق بستان الشرق اللي بيعود لزمن الحكم الوطني بأربعينيات القرن الماضي ومن خلال هذا الفندق رح نتابع سلوك الشخصيات الموجودة فيه والأحداث السياسية والاجتماعية بشكل كوميدي بسيط المسلسل بيعتمد على كوميديا الموقف المسلسل هو من تأليف ممدوح حمادي وإخراج محمد خير العمري وبيشارك ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم العرب من جنسيات مختلفة عنا من سوريا أندريس كاف محمد حداقي عبد الحكيم قطيفان وغيرون كتير ومن لبنان عباس شاهين ومن مصر مناهلة وأحمد سلطان وغيرون ومن فلسطين بيشارك الفنان الكبير حسن عويتي ومن الأردن عمر زوريا ومن قطر فيصل رشيد وغيرون كتير هو مسلسل سوري بيحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي وبتدور أحداث العمل حاول معاناة بعض الرجال الكبار بالسن نتيجة الوضع الاقتصادي الراهين بسوريا فبيحاولوا مع عائلاتهم بشدة الوسائل أنه يأمنوا قوط عيشهم بطرق مختلفة وملتوية العمل تحت إشراف الفنان أيمن زيدان بتعاون جديد بينه وبين الجعفوري بعد سنوات من التعاون بالمسرح والتلفزيون وبيشارك بالعمل لجانب زيدان وشكران مرتجة علي كريم شادي زيدان جيانة عنيد حازم زيدان وغيرون كتير مسلسل حوازيق هو عمل اجتماعي كوميدي خفيف بتألف من 30 حلقة وبتدور أحداثه ضمن فندوق مظهرية غربة وبيشهد تدهور أحوال العائلة المالكة لإله اللي بتحاول تجاوز مشكلاته المادية بتأجيل غرفة لضيف جديد وبيتناول المشكلات العامة واليومية اللي بتمر على العائلة بطريقة كوميدية المسلسل هو بطولة نخبة من النجوم مثل سلمة المصري واقر رمضان علا باشا زيناء برافي إضافة للعديد من الفنانين اللي رح يحلوا ضيوف على العمل ومنهم سامي الجزائري وأمل عرفة وحسام تحسين بيك وثالثان رح نحكي عن المسلسلات اللبنانية السورية العربية المشتركة لرمضان 2022 مسلسل بيوت من ورق هو عمل لبناني سوري مشترك المسلسل هو من إنتاج شركة أونلاين بروتكشن لصاحب المنتج زياد لشويري ومن إخراج أسامة الحمد وتأليف آية طيبة بيوت من ورق بيستعرض بحلقاته لكثير من أصص الحب والرومانسية واللي بتخلى للبعض من الجرائم وبيحتوي أيضا على فصول من الأكشين واللي بتتساعد وتيرتها مع الجرائم اللي بتتشابك وتتعقد مع أصص الحب بين أبطال المسلسل بالإضافة لهيك فمسلسل بيوت من ورق بيتضمن جانب من الأصص اللي بتتعلق بالموضة والأزياء وبيجدر بالذكر أنه عدد حلقات مسلسل بيوت من ورق هو خمسين حلقة وتم تصوير المسلسل ببيروت وهو بيجمع بين التشويق والأكشين بيضم المسلسل مجموعة من ألمع نجوم التمثيل بلبنان وسوريا مثل النجم اللبناني يوسف الخال والنجمة السورية سوزان نجم الدين وأيضا عننا جيني إسبر دانا جبر يزن السيد داليدة خليل طوني عيسى وغيرهم كتير مسلسل ليلة السقوط قصة العمل بتدور بين عامي 2014 و2017 وبتتناول أحداث الموصل يبان سنوات احتلالة من قبل مجموعات إرهابية وبيستعرض الظروف المأساوية اللي عاشها أهل الموصل خلال تلك الحقبة وكيف قدرت القوات المسلحة العراقية بالشراكة مع قوات البشمركة وقوات الحشد الشعبي من دحر الإرهاب مسلسل ليلة السقوط هو من الأعمال الدرامية الضخمة بالوطن العربي وبيشارك ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم العرب أبرزون طارق لطفي من مصر وصيبة مبارك من الأردن وكيندى حنى وباسم ياخور من سوريا وخليل إبراهيم وسمر محمد وجواد الشكرجي من العراق المسلسل هو من تأليف الكاتب المصري مجدي صابر وإخراج السوري ناجي طعمه مسلسل أحلام يرسمها الغبار هو ثلاثية سورية ضمن مسلسل بعنوان أحلام يرسمها الغبار والعمال عبارة عن مجموعة ثلاثيات عربيات عربية، إماراتية، مصرية ومن بينها ثلاثية سورية واحدة فقط بلعب بطولة الثلاثية السورية الفنان مهيار خضور، ندين خوري، يوسف المقبل، تيسير إدريس، مريانا معلولي وغيرون كتير مسلسل بيروت 303 هو مسلسل سوري لبناني مشترك لرمضان 2022 بيروي المسلسل السواقعية صارت ببيروت وإلى تداعيات ببعض الدول العربية والأوروبية بطولة كل من الفنان الكبير عابد فهد والفنانة سلافة معمار والفنان معتصم النهار المسلسل هو من إخراج إلي سمعان والعمال هو من إنتاج شركة صادق الصباح ونعرف أن سبب التأخير هو إعادة الكاتب سيف رضا حامد هيكلت الأحداث لتصبح 15 حلقة بعد ما كان أنهى كتابة المسلسل كامل وارتقيت شركة الصباح بسبب التأخير اللي صار تقليص عدد الحلقات لتتمكن من كسب العرض الرمضاني اللي بيقيله شهرين فقط مسلسل حضور لموكب الغياب هو مسلسل أردني سوري عربي مشترك وبيتألف العمل من 30 حلقة العمل هو درامي تاريخي ملحمي ضخم بيتناول قضية فلسطين منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا بإسلوب فني ودرامي جديد من خلال الدخول بالتاريخ لبعض العائلات الأردنية والفلسطينية وأتكان الأردن يسمى بإمارة شرق الأردن وتأثير أحداث فلسطين والانتداب لبريطاني وخروجه وتسليمه فلسطين للعصابات الصهيونية وانطلاق الكفاح المسلح ضده المسلسل هو من كتابة محمد ماشطة وشاركه بكتاب توقان بإنتاجه سيف عبد العزيز وبتولى الإخراج سيف الصمادي المسلسل هو من بطولة ديمة بيعة منذر رياحني ريمة علي رشاب لال أحمد فهمي وغيرون كتير مسلسل للموت الجزء الثاني العمال من إنتاج شركة إيكل فيلم اللي بتحافظ على حضور دانيالا رحمة وماقي بوغصن بعد شراكه سابقة ببطولة مسلسل أولاد آدم اللي أنتجته نفس الشركة الجزء الثاني من مسلسل للموت هو بطولة ماقي بوغصن دانيالا رحمة ومحمد الأحمد واللي نعرض الموسم الأول منه برمضان الماضي وبيشهد الموسم الثاني أكتر من مفاجأة الأولى متمثلة بانسحاب الممثل السوري خالد القيش اللي أدى شخصية باصل رغم أنه من الشخصيات الأربعة الرئيسية بالعمل وما نعرف لها الآن إذا رح يتم الاستعانة بممثل تاني ليح البديل عنه أم رح ترتسسه من نهاية لشخصيته أما المفاجأة الثانية فهي انضمام الممثلة اللبنانية لليان نمري للعمل ورح تأدي دور بعيد عن الكوميديا ومختلف عن كل شي قبل مسلسل من إله هو مسلسل اجتماعي مشوق سوري لبناني مشترك لرمضان 2022 العمال هو قصة بلالش حاتات وفرح شيا وإخراج التونسي مجدي سميرة وبحسب الكاتب بلالش حاتات فالمسلسل قريب كتير من الواقع وبيطرح مشاكل وقضايا ما بتغيب عنها قصة حب من نفترض أنه تجمع بين قسيخولي وفلري بوشارة العمال الاجتماعي بيمتد على 30 حلقة وبيروي حكاية شخص خسر كل شي عنده وعاد لا يبلش من جديد وبضم على قائمة أبطاله قصيخولي بلري بوشارة إيهاب شعبان رواد عليو رامز الأسود وغيرون كتير مسلسل ظل بدور أحداث مسلسل ظل بإطار من التشويق والإثارة ورح يجري تصويره بين لبنان والإمارات وتأكد حتى الآن مشاركة الفنانين عبد المنعم عمايري جمال سليمان يوسف الخال جيسيا عبدو وروزينا لادآني المسلسل هو فكرة سيف رضا حامد وسيناريو زهير الملة وإخراج محمود كامل وما نعرف لحد الآن تفاصيل القصة واكتفى المنتج مفيد الرفاعي بالقول أنه بطل العمل رح يقدم شخصية جديدة آسرة بكل تفاصيله الفنان جمال سليمان صرح لجريدة الشرق الأوسط أنه رح يجسد شخصية مصمم أزياء بمسلسل ظل ووصف الشخصية بالجديدة والمختلفة ووصف حكاية العمل بالمشوقة مسلسل ذهب أيلول مسلسل ذهب أيلول هو مسلسل سوريا عربي مشترك عن ناص من تقليب محمد عريقات وإخراج حماد الزعبي وهو إنتاج مجموعة المركز العربي الإعلامية للمنتج طلال العواملة واللي عم يجي تصويره بالأردن المسلسل بيصلت الضوء على حياة خمس نساء من خمس جنسيات مختلفة ضمن جمعية الصديقات وبيعرض المواجهة بين الخير والشر من ناحية ومواجهة الإنسان للمرض من ناحية تانية وبيروي قصة اللاجئ اللي بيرفض أنه يكون الضحية بإقاعد رامي جريب أبطال العمال من سوريا مرح جبر شكران مرتجة دانا جبر سوسن ميخائل وغيرون كتير ومن الأردن ساري أسعد شاكر جابر علي عليان عاكف نجم وغيرون كتير ومن العراق ميثم صالح جلال كامل ومن مصر حامد مرزوق ومن لبنان عمار شلق إلي شلوحي نور صعب مسلسل مجدولين مسلسل مجدولين هو العمال العربي المشترك اللي بيعاد أولى إنتاجات شركة تريد روز وهو من تأليف بيلالش حاداد وإخراج محمد لطفي المسلسل هو من بطولة صفاء السلطان ندين الراسي ويسام حنة أحمد كرارة يوسف حداد شيرين أبو العز وغيرون كتير مسلسل عازف تلكمان العمال هو من تأليف حسام جنيد وإخراج عاطف كيوان وإنتاج شركة بروكس برودوكشن للإنتاج الفني بدور قصة العمل بأجواء الغموض والتشويق وبيحمي رسالة مهمة وهي أن المجتمعات الرافضة للتطور عم تصنع أتلتها ومجرميها بأيديها وبضم العمال عدد الممثلين السوريين والإماراتيين مثل أمل عرفة وائل شراب مرح جبر ماهر صليبي حبيب غلوم مازين معظم روعة ياسين عبدالله الحريبي وغيره كتير ورابعا رح نحكي عن المسلسلات السورية الشامية لرمضان 2022 مسلسل جوقة عزيزة بيروي حكاية دمشقية وبيقدم عزيزة اللي ما بتشبه امرأة أخرى فهي محاطة بكل أنواع الرجال بالمجتمع من الفنانيين والناس العاديين بحكاية شعبية بتبلشها عزيزة من المرقص مع نشأة الفن بشكل حديث ببلادنا لتواجه كل التحديات والأطماع فكيف رح يكون مصيرة بتدور أحداثه بحكمة الاحتلال الفرنسي لسوريا حاول فتاة جميلة كتير بتشتغل قراقصة وبيقع بحبها كولونيل فرنسي المسلسل هو من إخراج تامر إسحاق وتأليف خلدون قتلان أبطال العمل هنه سلو محدد نسرين طافج أيمن رضا محمد حداقي نورة رحال وفاء مصلي يزن خليل نور صعب وغيرون كتير مسلسل حارة القبة جزء التاني بعد النجاح الكبير اللي شاهدوا مسلسل حارة القبة بالموسم الأول أصبح الموسم التاني منه على بعد أشهر قليلة بتدور أحداثه حول عائلة أبو العز اللي بعيش بحارة شامية قديمة مع عائلته بالوقت اللي عم تمر فيه سوريا بأزمة اقتصادية وسياسية بسبب الاحتلال الفرنسي المسلسل هو من إخراج رشا شربجي وتأليف أسامة كوكش العمل بتكون من خمسة أجزاء وبينتهي عرض جزء الأخير منه بعام 2025 حيث أكد طاقمه من البداية بكتابته وتصويره أنه هو مؤلف أصلا من خمس أجزاء أبطال المسلسل هنه عباس النوري سلافة معمار خالد القيش فاضي الصبيح ندين تحسين بيك محمد حداقي شكران مرتجة صباح الجزائري إمارات رزق رواد عليو يامن الحجلي وغيره الكتير مسلسل أولاد البلد بدور أحداثه بإطار آلب الظروف البيئية الشامية وبصلت الضوء على انسحاب الجيش العثماني من جمهورية سوريا وشو خلفوا هذا الانسحاب من إنعكاسات على الحارات الشامية ككل واللي عانت المجاعة والفئر والتهجير جراء تداعيات المعركة آنذاك العمل هو من تأليف عثمان جوحة ومؤيد النابلسي وإخراج أحمد إبراهيم الأحمد المسلسل هو بطولة أسماء مهمة من ممثلين السوريين مثل باسم ياخر طلال مرديني نظلي الرواس عباس النوري سلوم حدد فاضي صبيح وغيره كتير مسلسل بروكار الجزء الثاني يبدو أن محبي مسلسل بروكار الجزء الثاني رح يتابعوا هذا العام بحلة جديدة وهذا الشي بعد اعتذار عدد لا بأس فيه من الفنانين اللي اشتغلوا بالجزء الأول من بينهم سلمة المصري مهل مصري عبدالهادي صباغ ويزن الخليل ورح يحل مكانهم فاضي الخطاب لينا الحوارني جمال قبش وينال منصور رح يستكمل مسلسل أحداث الجزء الأول ورح يتناول ما يحدث بحارة البروكار الشهيرة بصناعة الأقمشة والحرير بفترة الاحتلال الفرنسي للبلاد ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة أسرار هاي الصناعة بالإضافة لجريمة قتل غامضة رح تصير داخل الحارة وأحداث مشوقة تانية رح نشوفها بالمسلسل السوري بروكار المسلسل هو من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين بيتناول المسلسل حكاية رجل ثري وخير إله هيبته وحضوره بالحارة الشامية وقصت غرامه الصادمة مع أمرأة أرملة غير زوجته وأم أمولاته وبيعكس المسلسل الصراع الدائم بين محوري الخير والشر وبيعالج العمل فترة هامة من تاريخ مدينة دمشق هي مرحلة ثلاثينيات القرن الماضي بما تحمله من صراعات اجتماعية أبطال المسلسل هنه أيمن زيدان سلافة واخرجي سامي الجزائري صباح الجزائري شكران مرتجة كيندا حنة وغيرون كتير مسلسل باب الحارة جزء 12 هو من تأليف مروان قابوق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبانت ووفق المعلومات اللي اتناقلتها المواقع الإخبارية فشركة الانتاج عم تسعى لإعادة بعض ممثلين الأجزاء الأولى مثل ما نشحت بإعادة أكتر من ممثل بالجزء الإدعش مثل رنال أبيض وسحر فوزي ومن الأسماء المقترحة محمد خير الجراح بشخصية أبو بدر أعلن المنتج محمد قبان أنه مسلسل باب الحارة مستمر بأجزاء جديدة قد تتجاوز العشرين جزء مع العلم أنه من المقرر عرض جزء 12 من العمر لرمضان 2022 ترجمة نانسي قنقر